السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كنت صبايا ان شاء الله بخير اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض ورقة الشجر تريكو كانوا كتير سألوني عنها لان انا عملت لها ورشة على الفيسبوك ورشة مكتوبة والاخوات الحبيبات البعض طلب منهم انو تنعمل فيديو الورقة كتير بسيطة وسهلة ونحنا رح نعملها بالنبونزج البسيط يعني اللي من غير فروع نحنا بس نتعلم الاول كيف منعمل ورقة الشجر الباقي بيبقى خطوات سهلة يبارا عن تنفيذ بترونات هلأ الورقة شو اللي بيحدد لنا حجمة بيحدد لنا حجمة عدد غرزات الزيادة اللي نحنا منبتديها بالبداية عند الفرع ده الفرع ده بيبتدي بغرزة واحدة ومناخد لفة خيط قدامه يعني قبله او عن يمينه ومناخد لفة خيط عن شماله منرجع بالسطر اللي بعديه كمان منعمل لفة بعد نكون اشتغلنا اللفة دي اللي خلاص بقيت غرزة نلفة تاني يعني تبتدي بواحد ونضيف اتنين بقوا تلاتة التلاتة هنضيف اتنين هيبقوا خمسة بعد كده هنضيف اتنين هيبقى مجموع الغرزات سبعة تسعة احداشر تلاتاشر اللي بتكون يا حجم الورقة انتوا اختياركم فيه حابين الورقة صغيرة فبتوقفوا عند حد معين سبعة او تسعة مثلا غرزات وبعدها منرجع منهم طيب نحن هلأ عدد الغرزات دي هل رح يسير عن المسافة ما بين الورقة والورقة لا لانه الورقة دي ما بتاخد من الحرف اللي جنبها ابدا بيبقى تزايدها منها وفيها بس نحن بالعادة مناخد مسافة مناسبة بين الورقة والورقة لحتى بس الورقة دي تفتح وتبقى مرتاحة وما لحنا اشتغلناها ليه عشان تفتح كده انما لو قربنا الورقات وغرزناهم في بعض هنلاقيها لمت كده وما بينتش فاذا نحن بناخد مسافة مناسبة بين ورقة وورقة لحتى يبان شكل الورقة اللي احنا اشتغلنا هنشتغلها ازاي؟ سهلة كتير ومرد نقول انه التزايد بينتهي عن نصف الورقة يعني ان احنا عايزينها كام تسع غرزات بس نوصل لتسعة خلاص هنوقف التزايد ونرجع نضم بالتوضيح الان والشرح رحت لقوة انه بسيطة وسهلة ما بدي اذكركم قبل بالاشتراك بالقناة لانه اللي بيستفاد من قناتنا حيشترك لوحده انا عملي هون عدد يعني لعلى التعييد لانه متما قلت لكم ما بيتأثر العدد لا بالتنقص ولا بالزيادة هشتغل تقريبا بس اي بدي عفوان لكم عليه شغلة مهمة قبل ما نشتغل انه الورقة بالزاد لازم نشتغل دائما قبلها اما مقلوب او مرينة المرينة اللي هي كلها عدل لان عشان الورقة تبرز وتعطي هذا المساحة او الكسافة دي لازم تكون غرزتها مختلفة عن غرزة الارضية فنحنا ورق الشجر بالعادي نشتغله اما جنبه غرزة مرينة او غرزة مقلوب يعني اللي بيبقى هون عنا وش او عدل وبتبقى جنب الورقة مقلوب طيب نحنا مضطرين نعمل بلوفر ويكون عدل وما بدنا يا مقلوب وبدنا نعمل في الوسط مثلا ورق شجر اوكي منعمل الورقة ومنحتفظ بمسافة اربع خمس غرزات مقلوب دي وبعدين منكمل عدل للطرفين اذا هيك منكون حلينا الازمة بس المحيطة بالورقة لازم تبقى غرزة مخالفة لغرزة العدل عشان الورقة تظهر معنا انا هنا ابتديت عدد سطور غرزة مرينة دي ما انا بقلكون عليها ورح نبتشغل بالبداية سبع غرزات مقلوب الآن الغرزة دي انا اللي في وسط الشغل دي اللي هعملها ورقة دي هنعمل ايه هنسيب الخيط لقدام لان دي هنشتغلها عدل وانا عايزة لفت خيط فحسيب الخيط لقدام كده اه واشتغل غرزة العدلة دي اللي هي اساس الورقة ده اول غرزة في فرع الورقة هشتغلها عدل كده الخيط لف معايا الآن انا عايزة لفة تانية وانا هشتغل هنا مقلوب هسيب الخيط لورا للخلف كده هشتغل كده مقلوب كده لف معايا كده حصلت على لفتين لفة قبل غرزة الفرع ولفة بعدها وعندي هون عملت انا سبع غرزات مقلوب قبل الفرع وسبعة بعدها وهذا عدد مش قطعي اللي بتكن يا في المسافة اعمله الآن هلا احنا بدور المقلوب اللي اشتغلناهن مقلوب هيبقوا عدل والغرزة واللفتين دول هيبقوا مقلوب هشتغل انا قلت لكم انه انا خطرت سبع غرزات بس مشان سهولة العمل المسافة ما تبقى كبيرة علشان الفيديو يخلص معنا وتكون الورقة واضحة خلصنا من دول هنعمل بهم اي دول هنشتغلهم مقلوب الثلاثة دول فاجيب الخيط لقدام اللفة دي هشتغلها مقلوب وغرز الفرع الاساسية كمان مقلوب واللفة دي مقلوب خلاص ناخد الخيط اللي ورا ونشتغل بقية الغرزات العدل عدل والمقلوب مقلوب كده عملنا اول تزايد للورقة الورقة كانت غرزة بعد ثلاثة ده المقلوب بتاعه ده ستر العدل بتاع الورقة اللي نفيه عندنا هون انا سبعة مقلوب دول سبتين ولا هيتأثروا لان مش هيزيدوا ولا هينقصوا هاي ثلاثة اربعة خلصة ستة سبعة هلا شو بدنا نعمل بصوا لاندي صار عندي ثلاثة وانا بدي الفتحة تكون تماما جنب الفرع لحظة بس اهو انا هعملكو علامة لغرزة الفرع دي الاساسية بسم الله دي لازم دائما اللفة تكون قبلة وبعدها طب هنعمل ايه في الغرزات اللي دخلت معانا هنا دول بقوا عدل اذا هنحناخد الخيط اللي ورا اهو ودي بقت عدل خلاص هنشتغلها عدل والغرزة دي لفة قبلة اهي طيب الان لحتى انا اشتغل الغرزة اللي بعدها عدل لو ضلت لورا الخيط بصوا لو ضل لورا الخيط ورخت شغلها كده مش هيلف معايا فانا هجيبه القدام واشتغل غرزة العدل دي اللفة دي عطتني الزيادة كده بقى عندنا زيادة قبل الورقة قبل الفرع يعني وبعد الفرع خلاص ودي اشتغلتها عدل نرجع للمقلوب انا ما بدي روح عليكم فيديو بالغرزات السابتي رح اخدهم مقلوب واخدهم عدل ونرجع لورا اهو انا اشتغلتهم كملت سطر العدل والمقلوب انا بكل مرة ما رح اخد منكم وقت في الفيديو بالغرزات السابتي هنجي مباشرة للتشكيل الان عندي الغرز الفرع وما قبله وما بعده هدولي كلهم مقلوب رح لف الخيط لقدام واشتغلون هكي صار عنا هلأ خمس غرزات للورقة تمام كده اخد الخيط كمان هشتغل العدل ده هنا وهشتغل ومقلوب وارقع لكم اهو انا خلصت المسافة دي وصلنا عندي الورقة اللي صار فيها الان خمسة واحدة في الوسط هي الفرع الأساسي واتنين تزايد وصاروا ضمن الورقة هناخد الخيط اللي نالوورة واللي دخلوا نشتغلهم صار عندي تنتين عدل يمين للفرع اهو 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 وصلت لغرز الفرع الاساسي اللي عليها علامة من تح هعمل لفة قبله اهو واتنين عدل بس لازمني لفة هنا هعمل ايه هجيب الخيط اللي قدام وارجع اشتغل لتنين دول كده ضمنت انه صار عندي لفي تمام هو ده العمل اللي حيتكرر دائما في التزايد الان ما رح اخد كمان من وقتكم رح اكمل المقلوب دول والعدل ونرجع عند تشكيل الورقة انهيت انا المسافة دي السابتة قلت لكم وصار عنا بقى بالمقلوب هنا كم غرزة واحد اتنين ثلاثة اربع خمسة ستة سبعة دول مقلوب ده الخلف طبعا بتاع الورقة خلصوا كده فتق المقلوب هاخد الخيط واشتغل المسافة رايح جاي وارجع اهو انا انهيت المسافة ولاحظوا انه بدأت الورقة اتبان معنا العدلهو بدأ يبان شكله العدل هنشتغل واحد اتنين ثلاثة هنوصل للفرع الاساسية اذا هناخد الخيط الورقة ونشتغل واحد لاحظوا هدول الغرزات العدل دول نشأوا من اللفات اللي عم يدخلوا معنا هاي ثلاثة هاي الفرع قبل لازم لفي نجيب الخيط القدام نشتغل الغرزة نجيب الخيط القدام نشتغل الثلاثة العدل دول نجيب الخيط القدام ونكمل المسافة المسافة اهو كملت انا المسافة دلوقتي في سطر المقلوب وكل الورقة اللي داخلنا من اللفات كمان عندنا مقلوب صاروا واحد اتنين ثلاثة اربعة واربعة زيهم كمان يسار غرزة الفرع الاساسية اربعة واربعة اثمانية وغرزة الفرع كده بقوا تسعة حبيتوا توقفوا عند هذا التزايد حبيتوا تكملوا للإدعش انا رح كاملة معكم ال 11 حتى يبان معنا شكل الورقة ونكرر الان اجينا للمسافة ده بيبقى الخلف بتاع الشغل رجعنا للوش او لسطر العدل اللي نحن عم نشكل فيه الورقة وقلنا عملنا كده المسافة ونهض الخيط ونشتغل العدل ده عدلة عادي اللي هما اربعة هنعمل ايه دلوقتي صحيح برافو عليك قد زايد هنجيب الخيط اللي قدام الفرع نجيب الخيط اللي قدام الاربعة العادي نجيب دلوقتي اللي قدام ونشتغل المسافة هاشتغلها وارجع الوش السطر المقلوب اهو المسافة اشتغلناها السبتة مساحة الورقة دلوقتي هتبقى كلها مقلوب اتنين تلاتة اربعة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حض عشر لحظوا انه دائما بيكون عم تكون عدد فردي عفوا العدد فردي لانه نحن دائما بنبتدي بواحد فالواحد هيبقوا ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة وهكذا دلوقتي كده الخلف بتاع الورقة وانا هشتغل المسافة وارجع لكتين انا كده هكتفي بالتزايد ده عشان نبدأ نضم ونرجع منسميه مرحلة العودة او الرجوع اللي هو التخلص من الزيادات اللي ادخلناها على الفر هنعمل ايه هناخد الخيط كده الورقة بعد ما خلصنا المسافة اول غرزة هنشيلها كده هنسلتها ونرجع ليه عشان بس اعمل حرف حلو من هنا هي الغرزة كده لو انا هضم اتنين هتلاقي ها ميلة ومش حلوة هشتغلها كده زي ما اكون بعملها عادي العادي وارجعها على الابرع وضم الاثنين دول في غرزة واحدة خلص دلوقتي هنشتغل الباقي مفيش لفة بقى خلو بالكو هنا ما عادش في لفة كده هنشتغل عدل عادي لغاية ما نوصل للغرزتين الاخيرات في الورقة بقى عن الغرزتين دول هنجي من الاخيرة ونضم معها الاولى في غرزة عدل خلص هنكمل المسافة دلوقتي اكملها وارجع لقى جينا دلوقتي للمقلوب انا اشتغلت المسافة ما عادش عندنا لفات ده كله مقلوب عادي مساحت الورقة كلها مقلوب هنأخذ الخيط للخلف ونكمل المسافة هكمل مسافة رايح الجاي وارجع له انهينا المسافة هنعمل ايه بقى دلوقتي احنا بمرحلة الضم هنأخذ الغرزة الاولى مع الثانية والاخيرة مع اللي قبلها بس عملنا ايه في الاول لان عشان بيبقى الحرف حلو هنأخذ كده ناخذ هكده ونرجع وندخل نأخذ الغرزتين مع بعض غرزة واحدة ونكمل نكرر انه معادش فيه لفات خلاص غرزة الاخيرة مع اللي قبلها من الاخر للاول كده خلاص هنلف الخيط ونشتغل المسافة كمل وارقة انا كملت المسافة وكملت سطر المقلوب كله لانه معادش فيه اي شغل صار مكان الورقة كله عبارة عن مقلوب عادي الشغل كله فقط بالضم هنا ناخذ دلد نقلب ها ونشتغل ها غرزة عدل عادي شوف الحرف بقى واضح بالنسبة لكم انه اديه حلو بالطريقة اللي نحن بنقلب فيها الغرزة كمان واحد اثنين ثلاثة شوفوا بدأنا نرجع بشكل عكسي الآن من الأخير للقبل هشتغل كمّل المسافة وسطر المقلوب وارجع تمام كده وضحة الورقة معنا نضم واحدة واثنين مع بعض اظن كده بقيت واضحة بالنسبة لك حكم بالبرد المسافة وارجع الورقة صارت واضحة تماما عنا آخر مرحلة نرجع فيها العدد للعدد الأصلي اللي هو غرزة الفرع الأولى هنعمل ايه بالتلاتة دول معادش فيه اثنين نضوم مع بعض هناخد الخط كده الورا هنسلط دي ناخد من غير ما نشتغل ونشتغل الاثنين دول مع بعض ونرجع نسلط الأولى الاثنين دول كده رجعت عنا غرزة واحدة زي ما بتدينا بغرزة واحدة دائما التريكو لازم يكون فيه عدد الغرزات ثابت حتى لو فيه عنا تزايد اكيد فيه طريقة يكون تم التخلص منه وارجع للعدد الأصلي ستخلص ونشوف شكل الورقة سوف أعمل ازاي اهو اظن انه شغلة كتير سهل وممتع وفكرتها سهلة هي بس بالبداية نحدد نحنا المكان اللي حنطلع منه نتأكد دائما انه اللفة بتبقى تماما محاذية للفرع الغرزات الجديدة اللي بيدخلوا معنا بيروحوا لليمين وبيتشغلوا عدل وبيروحوا من الطرف التاني للشمال وبيتشغلوا عدل واللفة بسطر المقلوب بنشتغلها مقلوب بس نوصل للعدد اللي بدنا اياه ازا بدنا ورأس وغنانا بنكتفي بسبعة خمسة عاوزين اكبر حداشر طلعتاشر خمسة عشر انتو مشروعكون وبراحتكون بامكانكم بس توصلوا للحجم اللي بدكن ياه بتوقفوا التزايد وبتبلشوا تضموا يمين الورقة اتنين والشمال الورقة اتنين واللي كانت وحدة رجعت معنا وحدة بالاخر هو ده المبدأ اللي بينشغل فيه ورقة الشجر ارجو انه يكون الفيديو كان سهل ومفيد لكم ان شاء الله رب العالمين جعطينا عمر وبنلتقى في فيديوهات قديمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر